ميشال حايك يحذر من أحداث مرعبة للدول العربية وعددا من الدول الأوروبية شاهد أخطر توقعات ميشال حايك الليلة على قناة الأبيض مرحبا بكم متابعين الكرام هذه حلقة جديدة ومدوية من توقعات ميشال حايك الليلة في قناة الأبيض لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد يتوقع ميشال حايك أن فيروسات جديدة وغريبة وأشباحا تفقد الوعي بشكل مفاجئ وتصيب الناس بحالة اختناق والدواء الوحيد لها هو التركيز ثم التركيز في وعينا الباطني لبنان باق ولن يزول الإقامة الجبرية على العديد من الوجوه والشخصيات حصانة مرنة الشالوحي برسم اهتزاز صغير سيناريو استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العراق بترائرات الدرون ستتكرر أكثر من مرة في لبنان نعوات ستغمر لبنان وحدادا رسميا لأيام رئيسي شمعون من معركة إلى معركة الخطر يلاحق وجوها إعلامية ومقدم برامج حتى داخل الاستوديو شخصيات مالية ومصرفية والهدف تنكيل بجثثهم وتشويهها حدث استثنائي سيكون هناك طوارئ بهيئة البيعة السعودية سيكون حدثا ضخما سابق لأواني يتردد صداه داخل أرجاء المملكة العربية السعودية وما حولها من دول الجوار المملكة العربية السعودية على امتدادها ستحبس أنفاسها لحظة فيها استعراض لكي ترى الذي يحدث حواليها سننتقل إلى الإمارات فيتأهب الأمن الإماراتي مرتين الأولى لكشف مقطة تمرير مسارح العمليات وسنرى وزيرة الثقافة الإماراتية نورا بنت محمد في أكثر من محطة مشرقة لمحاولات النيل من وجه التألق بمحل مسلسل الانفتاح والسلام الذي افتتحه الشيخ محمد بن زايد سيكون في لقاء مع بابا روما وشيخ الأزهر وأتباعه بتوقيع معادة التطبيع مع الكيان الصهيوني ولن يعترض بن زايد رغم حجم الخطر عليه وعلى عائلته قبل تحقيق هدفه وهو جمع العالم في مقدمة إيران فوق تراب الإمارات وإلغاء المسافات بين تناقضاته الدينية والمدنية أيضا سنجد رسائل أمنية من كم سطر موجهة بدبلوماسية للجاليات اليهودية بالإمارات والعكس صحيح أيضا لن يقف طموح الشيخ محمد بن راشد الفضائي عند حدود الأمل أرى بصراحة أن رؤيتها بالراشد المستقبلية هي بمطرح جعل الإمارات مركزا للعلوم والأبحاث الفضائية سيكون هناك خبر ينتشر بكل الإمارات ويجعل هناك حيطة وحذر بعالم الطيران الإماراتي أيضا سنرى شعرة إماراتية تأخذ شعلة الشعر العربي من أيدي الشعراء الرجال وتحملها إلى العالمية سيكون هناك أكثر من قانون سيصنف الإمارات من بين البلدان الأكثر تمددا وانفتاحا بالعالم الأردن يرفع ملك الأردن سقف الدفاع عن الأوقاف بفلسطين وبصد التطاول الإسرائيلي بكل المواجهات خلل فاضح نصيب أحد الأجهزة الأمنية بالأردن الأردن ستشكل وجهة جديدة لاستثمارات الأموال وتحطم أكثر من حلقة بالجمود الاقتصادي أيضا العيون ستكون مركزة على أولاد الملك عبدالله الأردن سترى مشاهد مدهشة الجسم القضائي الأردني برسم التشظيف مخطط إرهابي لأهداف كبيرة وصيد رؤوس أياد أردنية بيضاء في عملية المصالحة والسلام ليبيا بالنسبة لليبيا يبقى اسم سيف الإسلام واسم شقيقته عائشة يشغل من جديد مساحة ليبيا واسعة وتتبدل الصورة وسنرى بعض المواقع بالسلطة الليبية من مسقط رأسها على عقب سننتقل لسلطنة عمان إنجازات تحمل توقيعا مزدوج عماني إماراتي ورهان بحري واسع على السلطان الطارق سلطان عمان موجة الاطمئنان على السلطان والأسرة الحاكمة تونس في تونس يتحول البرلمان التونسي ومحيطه لساحة مواجهة وموقع إجرامي أيضا سيدفع الغنوشي ثمنا غاليا جدا بسبب خطواته وقراراته حداد سيصيب الإعلام التونسية بجرح بليغ ومناصب عسكرية أمنية ستسند إلى المرأة التونسية علامتين استفهام حول طائرة ومطار تونسيين تترافق الهزات الأرضية والطبيعية مع الهزات الأمنية والسياسية والاقتصادية انتكاسة ترافق أحد خطابات الرئيس التونسي العراق القاعدة العسكرية الأمريكية بالتنف توجه بأهداف موجعة الخزعلي قائد الحجر الشعبي وحزب الله العراقي بمعارك مفصلية مصرية تحمل دما وضحايا كل شيء سيتغير بتغيير الحكم الجزائري وسيكون هناك تكتل الرهانات على شخصية عسكرية جزائرية الكويت سن أمير الكويت الكبير وعمره لن يمنع مساعيه التاريخية وتكريس حياته للمصالحة بين الإخوة العرب أيضا تقس الكويت سيكون تقسا أوروبيا مرة واحدة زيارة كاظمية تولد مطرحا من الغليان استهداف رؤوس من الجسم القضائي العراقي وسيهتز العراق إثر ارتجاج القشرة الأرضية وأثر مد مائه مرعب وسيكون هناك استهداف لمقامات دينية والتدعيات حدث ولا حرج قاعدة تعين الأسد العسكرية من عين في عين العاصفة الحربية سيكون هناك تواصل سوري وخبرات مشتركة بين العراقي ولبنان وستشهد الساحة السياسية أو السياحة الدينية الإسلامية المسيحية وتتنتقل إلى المراكز الأسرية تتولد لبعض الوقت عن نجوة كرم حالة مجنونة قرار واحد ما في غيره تأخذه المملكة العربية السعودية سينقل لبنان بين ليلة وضحاها من مطرح إلى مطرح السفيرات وليس السفراء سيعبؤون المشهد اللبناني بأكثر من محطة رئيس الوزراء الكندي ترودو في مشهد استثنائي يميل إلى مشهد انتقامي أمر طارئ في مساري ومصيري إحدى الطائرات الكندية الجمال اللبناني العربي يحطمه فيديو كليب في كندا أمريكا الخطة الأكبر ستكون في واشنطن وأحداثها ظاهرة للعلن وأسبابها عديدة متشابكة ببعضها فيض سمين في حديقة البيت الأبيض بواشنطن حجم الانتظارات يجعل من أوبرا وينفري في حالة تأهب ويخسر شارع في منهاتن نيويورك علامته المميزة لبعض الوقت توم كروز بين الشهرة والصدمة قصة غريبة في نيويورك تحديدا في كنيسة سانت باتريك وحرمها أرى إشارات مبهمة لشيء يجبه الشؤمة واللعنة والنحس على الرئيس بايدن ونائبته جمر بالبحرين وغليان على أرض المطار محاولات لفرض وضعية جديدة بأحد السجون البحرينية مخطط لحجز حريات للنيل من شخصيات معروفة وزير البحرين بمهب المخاطر مجموعة من التحديات السياسية والصحية بانتظار ملك البحرين حركة تجارية ناشطة وواسعة داخلية وخارجية واستثمارات ضخمة وملفتة بمياه الجزر البحرينية